بسم الله الرحمن الرحيم هذه القصيدة للشاعر محمد العيد آل خليفة رحمه الله الشاعر الجزائري الكبير شاعر المغرب العربي كما سماه البشير الإبراهيمي رحمه الله وما قصة هذه القصيدة وما الحدث الذي أرخته وخلدته من خلال أبياتها التي بقيت إلى اليوم تقرأ وتدرس وتشرح محمد العيد آل خليفة هو من شعراء الجزائر الذين واكبوا النهضة الإصلاحية التي قام بها الإمام بن باديس رحمه الله تعالى وكان عضوا بارزا في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بل كان لسانها الصادح وبلبلها المغرد الذي يتكلم ويدافع عن أفكارها ويدافع عن الجزائر وعن العروبة وعن الإسلام وعن اللغة العربية حتى صار صوتها الأعلى في ذلك الوقت وما من حدث مرة إلا وأسهم فيه الشاعر بتدوينه بشعره الموجود اليوم بين أيدينا في ديوان كبير وهذه القصيدة التي نتحدث عنها اليوم هي القصيدة التي نظمها بمناسبة الحفل الضخم الكبير الذي نظمته جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بمناسبة ختم الإمام عبد الحميد بن باديس رحمه الله لتفسير القرآن الكريم كان هذا عام 1938 وقد بدأ الإمام بن باديس بتفسير القرآن الكريم بالجامع الأخضر في قسنطينا منذ سنوات خلت سبقت هذا الحفل ورأت الجمعية أن لا يمر الحدث بسيطا بل إنها بعد الختم قرروا أن يقيموا حفلا باذخا كبيرا دعي إليه العلماء والمفكرون الشعراء من كل مكان شاركت فيه الجزائر من شرقها إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها حتى ضاقت أزقة قسنطينا بالوافدين بل جاء من يشارك هذه الفرحة وهذا الاحتفال العظيم من خارج الجزائر من العلماء من تونس ومن المغرب طبعا هذا الحدث لم يفت شاعرنا محمد العيد آل خليفة فكتب قصيدته في ختم القرآن قصيدة طويلة ما يقرب من سبعين بيتا تقريبا دون فيها يذكر فيها فضاء الإمام بن باديس وأفضاله على الأمة وكيف أنه انتصب للدفاع عن ثوابتها وعن حرمتها وللدفاع عن قيم هذا الشعب تكلم في القصيدة عن هذه الجمعية وما تمثله للناس وتقول بعض الروايات أن الإمام البشير الإبراهيمي رحمه الله طلب من الشاعر محمد العيد آل خليفة أن يعطيه القصيدة ليقرأها هو ويقال إنه هو من قرأها في هذا الحفل إعجابا بالقصيدة أولا وتكريما لقائلها وهو محمد العيد آل خليفة فقرأها نيابة عنه الشيخ محمد البشير الإبراهيمي وطبعا الإبراهيمي في كثير من كتاباته لا يفوته أن يثني على الشاعر محمد العيد آل خليفة ويصفه بأعظم الأوصاف وصفه مرة بأنه يمثل البهاء زهير الشاعر البهاء زهير في شعره ويقدمه على جميع شعراء المغرب العربي وليس من السهل أن يثني الإبراهيمي وهو من هو في عربيته وبلاغته أن يثني على أحد إذا لم يكن مبرزا صاحب مقام في العربية عالي الكعب فيها هذه القصيدة كما قلت خلدت هذا الحفل وذكرت قسنطينا ذكرت كيف احتفل الناس ذكرت الإمام بن باديس وأثره على الأمة في عصر إصلاحه وتفسيره وعلمه وما قام به من جهود إعلامية ودينية وتربوية هذه القصيدة مطلعها بمثلك تعتز البلاد وتفخر وتزهر بالعلم المنير وتزخر طبعت على العلم النفوس نواشئا بمخبر صدق لا يدانيه مخبر حبتك عمالات الجزائر حرمة مشرفة عظمى بها أنت أجدر وطبعا يصف ابن باديس بأوصاف كثيرة منها يقول يراعك يعني قلمك يراعك في التحرير أمضى من الظبة أمضى من السيوف يراعك في التحرير أنضى من الظبة وأقضى من الأحكام أيانا يشهر ودرسك في التفسير أشهى من الجنة وأبهى من الروض المنير وأبهر يقول عنه أيضا يصف تفسيره ختمت كتاب الله ختمة دارس بصير له حل العويص ميسر فكم لك في القرآن فهم موفق وكم لك في القرآن قول محرر وطبعا لأن الحركة الإصلاحية كانت معجبة بالحركة الإصلاحية في المشرق جمال الدين الأفغاني ومحمد عبد يقول محمد العيد آل خليفة يصف ابن باديس حكيت جمال الدين في نظراته كأن جمال الدين فيك مصور وأشبهت في فقه الشريعة في عبده فهل كنته أم عبده فيك ينشر أعدي ابن باديس الحديث وأبده بأن عمك اللاتي بها أنت تؤثر وأكمل يتكلم عن الوفود التي جاءت إلى إلى قسنطينة وهم يهنئون ابن باديس ويهنئون الجمعية ويهنئون أهل قسنطينة بهذا الخير الذي فاض على الأمة من خلال هذا التفسير العظيم الذي قام به ابن باديس رحمه الله يقول عنه لقد نهز الخمسين يتكلم عن ابن باديس لقد نهز الخمسين في العمر دانيا على الجد لا يشكو ولا يتضجر ثم يقول تدبر كتاب الله إن كنت أهله فأهل كتاب الله من يتدبر تغن به واجلب به الأنس مزهرا من الخلد لا يحكيه في الأرض مزهر ثم يقول وثق أن للإسلام غابا كثيرة إذا غاب منها قصور ناب قصور وثق أن في أرض الجزائر أمة تيسر سعيا للعلا وتسير وثق أن للتاريخ حكما مؤخرا وكم نسخ الأحكام حكم مؤخر طبعا في ثنايا القصيدة تجد إشارة إلى أن الجزائر سوف تقوم بثورة وأن الشعب سوف يغير هذا الواقع وإنه آت فكان يتنبأ بأن وخصا في بيته هذا وثق أن للتاريخ حكما مؤخرا وكم نسخ الأحكام حكم مؤخر فهذه إشارة واضحة ثم يخاطب قسنطينة ويقول قسنطينة تهتزي سرورا وغبطة بأنك ثغر للصناديد يثغر وإنك منحى للمكارم ينتحى وإنك دار للعلوم تدير وإنك مجلى للطبيعة جنة وسخرك مرجان وماءك كوثر ثم يتكلم عن مسجدها المسجد الأخضر الذي كان يدرس فيه الإمام ابن باديس ويا مسجدا للعلم أسس والتقى وبالوعظ والإرشاد ما زال يعمر وبيتا يعز الله من بفنائه يذل ويخز الله من يتكبر ويخاطب الشعب في الأخير فيا شعب لا يحزنك فيا شعب لا يحزنك أنك تبتلى وأنك تقصى عن علاك وتقصر فنحن الأساطين التي بك تعتلي ونحن الأساطين التي بك تمخر ونحن الرجال الثابتون عقيدة على المبدأ الأسمى إلى حين نقبر ثم يقول ولا تؤذ من آذاك فالحلم مورد هنيء مريء لم يسؤ منه مصدر وكن مستميتا في جهادك ثابتا وإن كنت بالجل الرصيدة تنذر وإن تكن الجل عليك كبيرة فحسبك فيها الله والله أكبر قصيدة رائعة وجميلة خلد فيه هذا الشاعر العظيم الشاعر محمد العيد الخليفة هذا الحدث الرائع الكبير الضخم الذي هزق سنطينة بل هز القطر الجزائرية كله في ذلك الوقت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة